اهلا بكم في نظم تكاريف صناعية الفرقة الثالثة. النهاردة هناخد تبريقات عن نظم تكاريف المراحل الانتاجية او النظام التكاريف المراحل الانتاجية. اول حاجة عندنا ايه هي او ايه هو تعريف نظام التكاريف مراحل الانتاجية او النظم تكاريف المراحل الانتاجية. النظام تكاريف مراحل الانتاجية هو النظام الذي يتم فيه انتاج منتج معين من خلال عدد من مراحل الانتاجية المتكاملة ومختلفة. والتي بتتضمن مجموعة من عمليات التشغيلية اللازمة لتصنيع وحدة المنتج. يعني هو النظام اللي فيه المنتج بيعدي على العدد من مواحل الانتاجية المختلفة او مواحل عمليات التشغيل المختلفة علشان نصنع منتج واحد منه. زي ايه مثلا? زي مثلا صناعة الغزل والنسيج. لازم المنتج علشان يبقى عندنا في الاخر لنسيج لازم المنتج الاول يعد على محالة الاولى اللي هي محالة الغزل. اللي فيه القطنب مسلا بيتحول لخيوط. بعد كده بيدخل محالة تانية اللي هي محالة النسيج. اللي فيه الخيوط دي بتتعامل قماش. زي مسلا لو عندنا كرسي في مصنع تصنيع اساس. ده منتج معين. بيعد على العدد من المحل الاول حاجة محالة النجاة والخشب والتقطيع. بعد كده بيعد على محالة الدوكو والديهان. بعد كده بيعد على محالة تنجيد. بعد كده بيعد على الاخر من محاط التغليف. مغاية ما يوصل يبقى منتج معين كامل وكل سي كامل ممكن عميلي يستلمه. ايه بقى هي انواع مواحل انتجية? انواع مواحل انتجية عندنا اول حاجة المواحل المتتبعة. ايه هي المواحل المتتبعة? هنا بينصنع المنتج او يتم التصنيع في شكل مواحل المتتبعة. يعني لازم منتج يعدي على محالة بعد كده لازم يخلص المواحلة دي علشان ندخل في محالة بعد كده. ما ينفعش ان هو يمشي في محالتين في وقت واحد. فهنا يتم التصنيع في شكل مواحل المتتبعة. في حالة انتاج منتج واحد او عدة منتجات بتحتاج لنفس عمليات التصنيع. يعني لازم منتج ده او عدة منتجات تعدى على محالة دي ما يفعش انها تتوح محالة تانية لا لازم بعد من خلاص الحالة دي تروح بقى اللي بعدها. ما يفعلش اللي تشتغل في المحطين فوقت واحد. في بقى حاجة بعد كده اسمها مراحل متوازية. او متزاوية. مراحل متوازية هي اللي فيها المصنع في هذه الحالة بيكون بانتاج منتجين او اكتر كل منهم يعدي او يمر على سلسلة او مجموعة مراحل منفصل او مستقلة عن مجموعة اخر. يعني ايه? يعني ممكن ننتج منتجين وكل واحد يكون جغال في محلة معينة وبعد ما يخلصه ده نخلص محلة ده وده نخلص محلة ده بعد المنتج ده يخلص محلة ده يروحوا بقى بعد كده لمحلة اللي بعدها. يعني ممكن نشتغل في منتجين في وقت واحد. بدلا ما احنا ما يفعش نشتغل في منتج واحد بس او عدد من نفس المنتج في المحلة دي. زي مثلا ان احنا نشتغل عمبر التقطيع النجارة على كرسي وعلى طوابزو. مش على كراسي بس. وفي حاجة اسمها بعد كده مراحل متدخلة. وهنا ممكن ان تشترك المنتجات في بعض مراحل انتجية. وليس كلها. ثم تختلف في مراحل انتجية المستخدمة منتجية في المنتجات التي تمام بها. يعني ايه? يعني ممكن ان المنتجات تتقابل في مراحلة انتجية معينة وتشترك ويبقى كلها واحد. وبعد كده المراحل دي بتختلف بعد كده بتختلف ويبقى ده منتج وده منتج تاني خلص. عندنا سالسا تحديد تكلفة مراحلة. ازاي بقى نحدد تكلفة المراحلة? عندنا التجميع ده. بيقولك. تندق وزوط الانتاج الحبي الالاف المكونات اللازمة لسمها تصريح المعدات الحابية. ويتم تجميع المكونات دي في كسم التجميع. وعندما تكتمل يتم نقل الوحدات الى كسم الاختبار. هنا هنركز على مراحلة كسم التجميع. لاحدة المكونات اسمه سين تسعتاشر. يعني ده مسلا منتج اسمه سين تسعتاشر في كسم التجميع. وهنا هنستخدم بيانات بتاعت اه انتاج مكون سين تسعتاشر في كسم التجميع علشان نوضح ايه? تكلفة المراحلة. من خلال تلات حالات. ايه هما بقى التلات حالات دول? الحالة الاولة ان احنا نحدد تكلفة المراحلة. في ظل عدم مخزون اول. وعدم مخزون اخر الفترة. من انتاج تحت التشغيل لمكون سين تسعتاشر. يعني ما فيش مخزون بداية الفترة او اول الفترة من منتج سين تسعتاشر في المخازن. ولا فيه مخزون اخر الفترة لنهاية المدة في المخازن من منتج سين تسعتاشر. الحالة التانية. ان احنا نحدد تكريفة موحلة. في زل عدم وجود مخزون اول الفترة من انتاج تحت التشغيل او تحت التشكيل. مع وجود بعض من المخزون اخر الفترة او تحت التشغيل اخر الفترة من مكون سنة تسعتاشر. يعني ايه? يعني هنا الحالة التانية مفيش مخزون اول الفترة في المخازن من منتج سنة تسعتاشر بس فيه من مخزون اخر الفترة او تحت التشغيل لسه وهي نكمله الفترة الجاية او يعني الشهر الجاية مسلا او السن الجاية من مكون او المنتج سنة تسعتاشر. فيه في المخزن منه لسه في نهاية الفترة بس ما فيش في اول الفترة. الحالة التالتة. ان احنا نحدد تكلفة موحلة في الزل. في زل ايه? في زل وجود مغزون اول واخر فترة من الانتاج تحت التشغيل من منتج زين. يعني هنا بقى مرحلة التالتة ان احنا عايزين نحضر تكلفة المرحلة في زل وجود مغزون اول ومغزون اخر المدة او الفترة من الانتاج تحت التشغيل من منتج سين تسعتاشر. يعني هنا بقى في الحالة التالتة في في المنتج سين تسعتاشر. زي ما قلنا والحلقة التالتة في الاخر ان في من مخزون اول الفترة واخر الفترة في المخازن من منتج سين تسعتاشر هنبدأ بقى اول حاجة اللي هو حالة واحد اللي هو ازاي هنحدد تكلفتها من حالة في زل ايه في زل ما فيش خالص من مخزون اول الفترة ولا اخر الفترة اللي هو تحت التشغيل من منتج سين تسعتاشر في هنا بيقول لنا في اول يناير الفين وابعتاشر اللي هيوجد مخزون من وحدات من منتج سين تسعتاشر في قسم التجميع ده في بداية الفترة اللي هي اول يناير وبدأت وزارة الانتاج الحابي خلال يناير الفين وابعتاشر اللي هو خلال الفترة بتجميع واتمام تلتمية واحدة. وحولتهم لكسم الاختبار اللي هي وديتهم بعد كده من حالة تالية. فهنا كده ما بقاش اللي هو ادخل لها تلتمية واحدة وصنعتهم وخلص وديتهم من حالة تالية. فكده ما بقاش اي وحدات اخر الفترة خالص. وهو هنا مدي لنا شوية بيانات عن قسم التجميع خلال شهر يناير. بيقول لنا اول حاجة هنا ان الوحدات المادية عن شهر يناير كان قادرة. اول حاجة الوحدات التحت التشغيل اول الفترة اللي هي يناير هو هنا ايضا لنا ان هي ما فيش فهي تبقى سفة. انه لا يوجد. الوحدات اللي بدأت خلال الشهر يعني الوحدات اللي دخلت علشان تتصنع خلال الشهر. وبدأت خلال الشهر تلتمية واحدة. التام منها هو هنا قال لنا ان خلاص تلكمنا بتصنيع واتمام تلتمية واحدة. فالتم منها تلتمية واحدة وكلها. يبقى كده ما بقى من وحدات تحت التشغيل اخر الفترة او نهاية الفترة. كده ما بقاش اي وحدات خلص تحت التشغيل نهاية الفترة. فكده سف. فكده اجمال ايه هنا كمان مدينا اجمال التكريف بتاعت شهر ينايه الفين وربعة. فبيقول لنا اجمال تكريف المواد المباشرة خلال الشهر كانت ستين الف جنيه. واجمال التكريف التحويل خلال الشهر كانت تلاتين الف جنيه. واجمال تكريف بقسم التجميع خلال الشهر كانت تسعين الف جنيه. دي ببيانات اللي هو مدهالنا في منها ممكن نستندقه لو هو ما دهناش من سؤال الفوق وفي منه اللي هو لازم يكون مدهانا زي التكاليف يا اما هو بهنا يا اما هدنا التكاليف يا اما هدنا تكاليف الوحدة وطبعا احنا عام فين ان عدد الوحدات في تكاليف الوحدة يدينا جمال التكاليف. والقانون ده لو احنا شقلبناه. مثلا عدد اا اللي هو مثلا لو عايزين نجيب تكاليف الوحدة هي عدد اه اجمال التكاليف على عدد الوحدات. عايزين نجيب عدد الوحدات هي اجمال التكاليف على تكاليف الوحدة. وهكذا. فهو هنا مدلنا ايه اول حاجة? اول حاجة مدلنا عدد الوحدات. وهي اجمال التكاليف. فاحنا هنا هنجيب تكاليفة الوحدة خلال الموحل. فاول حاجة هنشوف ايه هي تكاليفة المواد للوحدة وايه هي تكاليفة التحويل للوحدة. هو هنا كان ايه لنا ان اجمال تكاليفة المواد كانت ستين الف. وعدد لوحدك كان تلتمية وحدة. فهنقسم الاتنين لهو افعلا ايه? هنقسم اجمال التكاليف على عدد الوحدات عشان نجيب تكاليفة الوحدة هي تلعونينا امتين جنيه تكاليفة المواد للوحدة الوحدة. وعلشان نجيب تكاليفة التحويل او التشكيل او التصنيع للوحدة الوحدة هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن التلاتين الف اللي هي اجمالي لتكاليف التحويل خلال الشهر على عدد الوحدات اللي هي تلتمين اللي هي ميت الف. وبعد كده نجيب تكاليفة الوحدة كلها او المنتج الواحد بكسم التجميع. هيطلع لنا ان هو عباره عن اجمال التكاليف بكسم التجميع خلال الشهر. ذو تسعين الف على عدد واحدات تلتمية او اه امتين اللي هي مواد زاد التحويل اللي هي التصنيع اللي هي المية. هيدين تلتمية اللي هي تكاليفة الوحدة بكسم التجميع. فهنا هنسجل تكاليفة المواد المباشرة تكاليف التحويل بكسم تجميع الاساس الفيدي بنحسب المتوسط. فهنا تكريفة تجميع الوحدة المنتج بتسين تسعتاشر هي تلتمية جنيه لوحدة. لعبارة عن تسعمية على تلتونية ارب. حالة اتنين. الحالة التانية يعبارة ان احنا نحدد تكريفة المرحلة في ظل ان عدم وجود مخزون اول الفترة من الانتاج التام ولكن في مخزون اخر الفترة من الانتاج تحت التشغيل. يعني مخزون اول الفترة ما فيش منه اللي هو مخزون اول ما فيش منه. اما مخزون اخر الفترة اللي هو مخزون لسه مخزون تحت التشغيل وهنكمله في الفترة جاية ده اه في منه في المخازن. من منتج سين تسعتاشر. او من مكون سين تسعتاشر. فهنا بقى عايزين لحد التكيفت المحالة في الحالة التانية. فبيقولك في شهر فبراي الفين وربع بدأت وزارة انتاج الحرب هنا في انها تنتج كمية اخرى من منتج سين تسعتاشر. انتاج كمية اخرى قدوها تلتمية واحدة. يعني خلاص الفترة فاتت خلاص وما فيش اي منتج نكمل بقى. دلوقتي بقى في اه انتاجة تلتمية واحدة. ولان كل واحدة من الوحدات دي في شهر يناير كانت بدأت وتمت فاللي هي في شهر يناير اللي هي الشهر اللي فات. كل واحدة من الوحدات بدأت يعني بدأت تصناعها وخلاص تمت وتم تصناعها خلال ما حدت قسم التجميع. فما فيش مخزون اول مدة من باقي. خالص. اللي جي جديد تلتمية واحدة. وتصناع وما فيش مخزون اول مدة تحت التجريف او في باير قسم التجميع. بس بسوا ان في حصل تأخف طلبات بعض العملاء. فلم ينتم الانتهاء من كل الوحدات اللي هم تلتمية اللي احنا بدأنا فيه. او اه احنا كمان ما بدأناش في كل الوحدات. ده احنا كل اللي بدأنا فيه اللي بدأنا فيه واللي انتهنا منه خلال الفترة كان مية وحدة بس. وحولناها لقسم الاختبار. في بقى ميتين وحدة بدأنا فيهم بس لسه تحت التطنيع ولسه مخلصوش. فكده عندنا الجدر القاتل في اللي هي الوحدات. فعندنا الوحدات اللي هي تحت التشغيل اول الفترة مفيش. اما الوحدات اللي بدأت خلال الشه اللي دخلت وبقى الجديد خشرت وتمية واحدة. الوحدات اللي تمت منها واللي تصمعت مية واحدة بس. وحدات لسه تحت التشغيل اخر الفترة وما خلصتش ميتين واحدة. لوما ايه? لوما تصمت مية واحدة ناقص مية واحدة اللي اللي لسه. ومن الملاحظ هنا ان في ميتين واحدة اه الجماعوا جزئين بس ما خلصوش. وفضلوا في اه تحت التشغيل وغاية نهاية الفترة وغاية تسعة وعشرين في باية افنوة ببعا. وقد تم طبعا بالنسبة للمواد قد تم تشغيلها بالكامل فيما يتعلق بالمواد بيتم تشغيلها بالكامل. ده ليه? ده لان كل المواد اللي بنضيفها عند التجميع بنستخدمها كلها في محلط التجميع عند بداية محلط التجميع. وبيتم اضافاتها بنسبة مية في المية وبالكامل عند بداية محلط التجميع. اما بقى تكليف التحويل اللي او التشكيل او التصنيع ان احنا نحاول المواد دي من الشكل المواد الخامل اللي هي فيه للمنتج اللي احنا عايزينه. دي بقى بتضاف باستمرار خلال مراحل التجميع. وبتتغير باستمرار خلال المراحل. التجميع يعني بكل ديها نسبة معينة اسمها نسبة الاتمام. بتتغير خلالها. احنا خلصنا خمسين في المية. اربعين في المية منها. من محطة من التحويل. اما المواد المواد بتضاف كلها في البداية. ده وفقا لطبيق صادر اولا اا اا يضاف اولا يصدر اولا. او يضاف اولا ينصف اولا. لو احنا ماشي عم اخزون مسلا يضاف اولا ينصف اولا. اا فانا كل المواد كلها بتتسجل بنسبة مية في المية وانها خلاص اتخذت بنسبة مية في المية خلال المرحلة الاولى. او في بداية المرحلة. اللي هي مرحلة التجمية. اما بقى تحويل بتتضغيب بانتظام او بخلال محلة التجمية. وعلى اساس نسبة التشغيل او نسبة اتمام التشغيل يعني احنا خلصنا من التصنيع او التشغيل. من المنتج سنة تسعة واشف. او لسه من باقي اد ايه من الوحدات بمرحلة او مباقي اد ايه 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 او نسبة اد ايه ما تصنعتش من الوحدات. يعني وحد منتج كزا لسه متصنعش منه حوالي خمسين في المية. في كل الواحدات ولا لا في وحدات او لسه متصنعش خمسين في المية مسلا زي احنا عندنا في متين واحدة لسه متصنعوش كلهم. لسه متبقي منه حاجات عشان يبقى منتج كامل. من الاعتبار من وحدات الكاملة. فهنا عندنا المواد طبعا نسبة اتمامها مية في المية. اما بالنسبة التكاليف التحويل نسبة اتمامها ستين في المية. هو هنا مدهالنا في تمامين ستين في المية واقالينا ان احنا خلصنا منتجات اللي هي المتين واحدة دول ستين في المية. فاحنا هنا عايزين اه وفقا بقى عايزين نجيب اجمالي التكاليف او تكاليفة الواحدة خلال الفضل. شهر فبرايو. فاول حاجة تكاليفة المواد المباشرة خلال الشهر. اللي يلينا هو ان اجمالي تكاليف في المواد المباشرة ستين الف. دي كده اجمالي تكاليف ايه بتاعت المواد المباشرة. احنا عايزين يجيب تكاليفة الوحدة. فهناسب ستين الف على تلتمية كلهم. ليه? ان احنا هنا نسبة الاتمام بتاعت المواد مية في المية. فهيبقى ستين الف على تلتمية وحدة في مية في المية. يعني تلتمية واحدة برضو. هيطلع علينا بمتين جنيه تكاليفة المواد. انا بقى بالنسبة تكاليفة تحويل او تشغيل هيبقى اللي هي تلاتين الف. هيبقى تلاتين الف هنقسمها على تلتمية واحدة في ستين في المية ليه نسبة الاتنام اللي احنا خلصناهم منها. احنا خلصنا ستين في المية منهم بس. فهيبقى تلتمية واحدة في ستين في المية. ممكن كنت مين يغيرهنا ي.." tutor here 5040 أي حاجة. 300 في ستين في المية تلاتين الف في تلتمية وستين في المية هيطلع علينا مية ستة وستين واحدة وستة وسبعة من عشر. طبعا عندي نسبة تأدي ايه? يعني مية ستة وستين وسبعة وستين من مية دي تكلفة الوحدة الوحدة بتاعت التحويل خلال الشهر. دي وكده اكمالي التكاليف في قسمة التجميع خلال الشهر. ستين زائد التلاتين وتسعين الف كلهم. هيبقى بقى عن تكاليفة الوحدة الوحدة اللي هي الميتين زائد تكلفة التحويل الوحدة الوحدة اللي هي مية ستة وستين وستين من مية. هيبقى تلتمية ستة وستين وسبعة وستين من مية. او ان احنا ممكن نقسم دي دي هleyeطلع لنا. ف키حنا هنا مش هينفع ان احنا نجيبها ان احنا نقسم زي ما عملنا في المرة اللي فاتت ان احنا قسمنا تسعين الف على التلتميت وحدة كلهم لا. احنا هنا نجيبها ازاي بنجيبها كالقاتي. الستين الف بنقسمها على التلتمية في مامر في نسبة الاتمان بتاعتها. العدد واحدات في نسبة الاتمان بتاعت المواد. والمواد بتبقى مين في المية. وتكلفة التحويل تلاتين الف على تلتمية واحدة في نسبة اتنون تاتة ستين في المية هتلعون من سبعة ستين من مية. فكده يبقى اجمالي التكاليف وكسر من ياخد شهر فبراير. تلتمية ستة ستين وسبعة ستين مية. عندنا هنا بقى الحالة التالتة. عايزين نحدد تكلفة المرحلة في زل وجود ايه? في زل وجود مخزون انتاج من مكون آآ سين تسعتاشر تحت التشغيل اول واخر الفترة. يعني عندنا مخزون اول واخر هنا. في هنا بفرض ان وزارة الانتاج للحاب في بداية شهر مارس الفين وابعة كان عندها ميتين واحدة من منتج سين تسعتاشر. يبقى عندها ميتين واحدة من منتج سين تسعتاشر. يعني عندها في بداية شهر مارس يعني اول المدة. اللي هو كانوا من شهر فبراير اللي فات. مجمع جزئيا بكسم التجميع يعني موجودة في كسم التجميع. وبدأ الانتاج على تلتمية واحدة اخر. يعني عندنا ميتين واحدة من منتج سين تسعتاشر في من الشهر السابق اللي هي اول مدة. واضاف عليها تلتمية واحدة خلال الشهر. وبيقول لنا ان في دي البيانات المتاحة عن قسم التجميع خلال عن شهر مارس. كان بيقول لنا ان تكلفة المواد المباشرة تمانين جنيه الوحدة. وتكلفة التحويل ستين جنيه الوحدة. هو ينام يدينا تكلفة الوحدة. فاحنا هنا هنكون عايزين نجيب اجمال التكاليف. فيهنا بيقول لنا الوحدات المادية عن شهر مارس ساعة الفين وابعة اول حاجة. مخزون اول مدة من الانتاج تحت التشغيل في اول مارس كان كان متين واحدة. ده مخزون اول مدة او اول الفترة من الانتاج تحت التشغيل. تكريفة المواد المباشرة كانت يكنا بيقول لنا نسبة الاتمام بتاعت من مواد المباشرة والتكاريف التحويل بتوع مخزون اول مدة اللي هما ماتين واحدة اللي في الاول كانت نسبة اطمام بتاعت المواد مية مية في المية ونسبة الاتمام بتاعت تكريفة التحويل كانت ستين في المية وكان فيه وحدات خلال شهر مارس اللي هي اللي ضفت خلال شهر مية واحدة. وكانت نسبة الاتمام بتاعت المواد المباشرة بتاعتها مية في المية. ونسبة الاتمام بتاعت تكريف التي تحتها كانت خمسين في المية. وكان كل الوحدات اللي تمة والليتحولت خلال شهر مارس للمرحلة بعد كده محط الاختبار كانت وبعمية واحدة. يعني هنا احنا كده عندنا كل الوحدات كان فيه في اول المدة ميتين واحدة واضاف عليهم تلتمية دول خلال المدة. يبقوا كده خمسمية واحدة. الوحدات التامة منهم خلال شهر مارس سبعمية واحدة. كده في وحدات تحت التشغيل لسه ومتبقية عندها خلال مغاية نهاية الشهر كام واحدة مية واحدة. فكده مبقية عندنا مية واحدة دول وحدات مبقين عندنا مغاية نهاية الشهر. فهنا عشان نجيب اجمال التكاريف عن شهر مالس سلسات عامين وبعم. اول حاجة لتاعت مخزون اول المدة من الانتاج بتاعت التشغيل اللي هو المخزون بتاع اللي جاءنا في اول المدة. مخزون اللي جاءنا في اول المدة من انتاج تحت التشغيل اللي هو الميتين واحدة اللي كانوا في الاول. اول حاجة هنحسب تكريفة المواد المباشرة بتاعتها فتكريفة المواد المباشرة بتاعتها كانت ميتين واحدة في نسبة اتمامها اللي هي مية مية كلها فه streamlined وحدة كلهم همدون في تمامين جنيه اللي هو من ديانا في تمين هيبقى ستاشر الف جنيه. اما بالنسبة لتكريف التحويل اللي هي مية عشرين واحدة مية عشرين دي جهات ازاي? ربعة ميتين واحدة في نسبة الاتمام بتاعة تكريف التحويل بتاعة وحدات اول الموضة اللي هي الستين في المية هيبقى مية عشرين هتبقى مية عشرين واحدة هنضبقى مية عشرين دول في ستين في المية هنضبقى ازل مية عشرين دول في ستين جنيه دول هتلع لنا سبعة تلاف ومتين اجمالي تكريف بتاعة تكريفة التحويل بتاعة الوحدات اللي هي اول المدة هيبقى كده اجمالي تكريف الوحدات اول المدة هي ستتاشر الف ازلائد السبعة تلاف ومتين هيبقى تلاتة عشرين الف ومتين عشان بقى نحسب تكريفة المواد اللي هي المباشرة المضافة خلال شهر مارس هنحسبها ازاي? هو هنا في التمهين مدنا على طول تكريف المواد المضافة خلال شهر مارس. وهي كمان تكريف التحويل. فهنا التكريف مواد المضافة خلال شهر مارس كانت سبعتاشر الف ستمية. وتكريف التحويل المضافة خلال شهر مارس كانت أبعتاشر الف خمسمية وستين. فكده اجمالي تكريف كلها هيبقى الثلاثة عشرين الف ومتين زائد السبعتاشر الف ستمية زائد اللي بعتاشر الف خمسمية وستين هيبقى خمسة وخمسين الف تلتمية وستين. ده كده اجمالي تكريف خلال الفترة اللي هنحسب عليها. لو ما كانش اجابة اجابة هنة كنا هنشيل طبعا الجزء اللي هو اللي مش متصنع اللي هو اللي لسه تحت التشغيل. وهنحسب بس عدد الوحدات اللي هي اللي اصبحت اه تصنعت اللي هي خلال الفترة واللي تصنعوا اللي هم الميتين واحدة بس. اللي يعبعا ايه? الوحدات اللي مضافة خلال الفترة كانوا تلتمية واحدة. هنا بيقول لنا ان الوحدات اللي تحت التشغيل كانوا مية. فنطح تلتمية نقص مية يطلع لنا متين واحدة. متين واحدة بقى اه مواد هنحسبها تطلع لنا. وكمان اسمها ايه? وكمان هنحسب اه بتاع تكلفة التشغيل. بس هو هنا بش مدينا تكلفة الوحدة بتاعة المواد المضافة. وهنا مدينا تكلفة الوحدة بتاعة المواد بتاعة اول الفترة. تمام? مدينا تكلفة الوحدة بتاعة المواد بتاعة اول الفترة بش المواد المضافة. بس احنا هنا لو عايزين نجيب تكلفة الوحدة بتاعة المواد الوحدة بتاعة المواد المضافة هيبقى نقسم اجمالي التكاريف اللي هي سعطاشر ارسل ستمية. بمسلا بتاعة المواد سعطاشر ارسل ستمية نقسمها على الميتين كلهم. وبعد نفس القصة في نسبة الاتمام هتبقى سبعتاشر الف هتبقى ميتين في خمسين في مية نسبة الاتمام هتبقى ميت واحدة نقسم اربعتاشر خمسين ستين على مية. هيتل علينا مية خمسة بعين جنيه وستة من عشرة. شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة